اشتركوا في القناة اتحدث اليكم اليوم لاهنئكم بمناسبة يوم افريقيا تلك الذكرى التاريخية التي شهدت تأسيس منظمة الوحدة الافريقية والتي دشنت عهدا جديدا في مصاري التضامن الافريقي وتعزيز العمل المشترك بين دول قارتنا الغالية ففي مثل هذا اليوم منذ ستة وخمسين عاما قام الاباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الافريقية بغرس بزرة الوحدة والتعاون الافريقي ووضعوا لابنة الاندماج الاقتصادي والتكامل القاري وشيدوا جسور عبور افريقيا نحو الاستقرار والتقدم والازدهار وها نحن اليوم نجني ثمار جهد الاباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الافريقية وعمل اجيال افريقية متعاقبة بشكل دؤوب طيلة العقود الماضية فقارتنا العزيزة تخطو بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ خطتنا التموحة للتنمية الممثلة في اجندة الفين تلاتة وستين ويوما بعد يوم تزداد فعالية جهودنا المستركة في ايجاد حلول لنزاعات ومشكلات عانت منها القارة لعقود وحالت دون تحقيق احلام شعوبها وفي سبيل تحقيق اهدافنا المشتركة فمن المهم ان نعمل على الاستفادة من قدرات القطاع الخاص الى جانب جهود الحكومات الافريقية وذلك لتشجيع سواعد ابناء افريقيا على بناء المشروعات القارية الرائدة لتطوير منظومة البنية الاساسية الافريقية بما يسهم في استكمال مصار الاندماج الاقليمي والتكامل الاقتصادي وربط الاسواق الافريقية ويساعد في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية التي نستعد معا للاحتفال بدخولها حيز النفاز في قمتنا الاستثنائية المقررة في يوليو المقبل بجمهورية النيجر الشقيقة وبالتوازي مع تلك الجهود والتطورات يتعين علينا ان نسعى حسيثا نحو تطوير ثرواتنا البشرية وتأهيل شباب القارة لمواكبة تطورات العصر والاطلاع بمهامهم في قيادة مستقبل افريقيا فضلا عن مواصلة تعزيز دور المرأة الافريقية ققلب النابد لمجتمعاتها ونبراس لتحولها الاقتصادي واستقرارها بالاضافة الى تدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين شعوبنا ترسيخا للهوية الافريقية وعلاء لمبادئ التضامن الافريقي الاخوة والاخوات لا يوجد امامنا سبيل سوى بزل الجهد والتمسك بوحدتنا لتحقيق حلم الاباء المؤسسين وتطلعات شعوب افريقيا العظيمة في ايجاد قارة مستقرة ومزدهرة تكفل العيش الكريم لكل ابنائها وتبث نور الحضارة وثقافة التسامح والمحبة لكل العالم وان قارتنا لمنفتحة على التعاون مع الشركاء الدوليين كافة من حكومات ومنظمات دولية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل العالمية في بناء افريقيا المستقبل وذلك في اطار تعاوني وشراكات مستدامة تضمن تحقيق المصالح المتبادلة بشكل عادل وتسهم في تعزيز استقرار وازدهار عالمنا واثراء التجربة الانسانية وختاما كل عام وافريقيا اكثر تضامنا وعمق تعاونا واشمل تكاملا كل عام وشعوب افريقيا في جميع انحاء العالم في ترابط وتقدم واستقرار وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته